أصويها إلى الآن ومن ندك النصها؟ بنرجع لها بنرجع لها بعد شوي لأن فيه كلام كثير عن أنا بس أكمل البحث يا أبو عبد السلام يتأذن لي أكمل وشوّت الدولة في البحث اللي خاص بالقامح ما القمح حاجة ثانية أتكلم على خط الأساس اللي هو قيم الهدر والفقد والكميات والأرقام أجل ما نأمنته يعني يجبنا نخلصها اليوم ونخلص هذه إذا كان فيه مثل ما قالوا عبد عز حلقات ثانية ما فيه مشكلة جميل فنقول استعدين استعداد لمدة سنتين تقريبا 19 سلعة و 37 مدينة ومحافظة في مملكة العربية السعودية جميع مناطق مملكة 13 شملناها بالبحث أخذنا في الحسبان زي ما قلت لكم الفقد والهدر أخذنا المستورد والمنتج المحلي وأخذنا 33 سلسلة إمداد شو نقصد سلسلة الإمداد؟ أبو حسان سلسلة الإمداد زي ما قلنا لكم المصانع والمخابز طبعاً مقسمة ما بين الفقد والهدر المصانع والمخابز والمزارع والمطاعم والفنادق وصلاة الأفراح وما لا ذلك فشملت الدراسة 33 سلسلة إمداد منوعة شارك في البحث 610 يعني أكثر من 600 باحثة باحثة وفق المعيار الدولي للفقد والهدر يعني إحنا ماشيينه والرئيس الفريق العلمي الدكتور الله أزمسي بالخير الدكتور عبد الرحمن الخريف نعم كان هو المشرع الفريق العلمي وسافر للأمريكا وبعض الدول وراجع معهم ومع الفاو حتى تكون دراسة موثقة تتميز بها المملكة العربية السعودية فشارك في البحث أكثر من 600 باحثة في جميع مناطق المملكة في يوم واحد ينطلقون في يوم واحد سعوديين؟ كلهم سعوديين نعم كلهم سعوديين وكل فرقة باحثة عليها مشرف والفريق طبعا المشرف قسمناه إلى أربع طبعا واحد منهم قسمناه إلى أربع فرق تجوب المناطق المملكة خلال 14 يوم لإشراف وناقصهم طبعا البحث الشامل لذلك ما قلت لكم 37 مدينة ومحافظة في نفس الوقت البحث من المقياس العلمي والهدر والفقد في العالم حسب منظمة الفاو يقول لازم أن 11 يوم تمر المنشأة الوحدة يعني أنا بمر المطعم الفلاني أو المزار الفلاني لازم يوميا أمرها 14 يوم فيه نظام كتروني موحد ربطنا في الجوال يصور وكل سلعة لها لون يعني يجي يفرز الأرز يحطه في كيس برتقالي يفرز اللحم يحطه في أحمر يفرز الخضار كل نوع من الخضار وإذا صعب يكون طبعا لها آلية أخرى ما أريد أن أفصل فيها لهم كل سلعة لها 19 كلها لون وترسل على برنامج مجهز لها الغرض وجمعنا أكثر من 52 ألف عينة وكلها صالحة بس بنسبة بسيطة استبعدنا لتمكننا 20 ألف واعتمدنا طبعا أكثر من 30 ألف عينة كانت هي لب الدراسة وعملت الدراسة وحللنا البيانات فخرجنا بنتائج الحمد لله يعني نتائج فعلا أرقامه يعني مخيفة شوي لكنها تمثل خط أساس المملكة يعني أقدر السنة الجاية تقدر مثلا هيئة الآن تتسوي دراسة وتشوف الأثر الأثر التوعوي اللي صار مثل الحلقة هذه أظنها حلقة توعوية إن شاء الله طبعا بيدلونا الأخوان على أشياء إحنا غافلين عنها إحنا اللي تتكلم فيها غافلين عنها فطبعا خرجت نتائج لخصة في ملخص بسيط جدا جميل نسبة الهدر في المملكة العربية السعودية 33.1% يعني ثلث الغذاء يهدر الكمية أكثر من 4 مليون طن الكمية المفقودة والمهدرة سنويا سنويا طبعا هذه الدراسة من 4 سنين تقريبا زين ما رح يتغير التغير السريع على فكرة الفاقد تقريبا مليون وثمانمية والهدر ثنين مليون وشوي وثلاثمية تقريبا الكمية طبعا نسبة الفاقد 14.2% نسبة الهدر 18.9% مجموعها 33.1% قسنا الهدر الغذائي فقط وفق طبعا هي العمها الإحصاء والأرقام وقيمة مشتريات سكان المملكة العربية السعودية جميعا قيمة مشترياتهم تقريبا 214 مليار سنويا استبعدنا تقريبا 5 مليار مليار تقريبا أقل شوي قيمة التبغ لأنه ما هو غذائي فخرجت النسبة نسبناها 18.9% فخرج قيمة ما يهدر قيمة ما يهدر يتجاوز 40 مليار ريال سعودي سنويا سنويا بس تراهي أبو أسامة الآن اللي أنا ملاحظه أنه في يمكن الثلاث سنوات الأخيرة فيه وعي واضح عند الناس واضح واضح بدأ إيه فيه وعي لا واضح أنا ملاحظ فيه وعي واضح لدرجة أنه أسأل أحيانا يقول لا 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 هذه مرتبة أمورها هذه مسنعة أمورها هذه مرتبة فأول لا ما كان فيه اهتمام يعني أول كان كنا العشاء تجي الساعة واحدة ساعة ثنتين تجي تلقى في محلة متروك ما أحد لا شاء ولا أحد زي الله ولا أحد الآن ذلك الكلام ما هو موجود في الغالب ففيه لأنني أعتقد فيه توجيهات ويبدو فيه توجيهات صارمة في قضية الإسراف وإلى آخره هل هي بعد الدراسات هل هي بلان على هي طال عمرك أقمان حين الدراسة دخلنا في المرحلة الثانية أنهتها الموصلة من حبوب الله لا يعتنا من غذائي الآن حاليا أنهت مدة سنتين حملة توعوية على مستوى وسائل الإعلام كلها يا سلام شاركت فيها جميع الوزارات وكذا فنزل عدة طبعا قوالب توعوية ما بين أفلام ما بين توجيهات ما بين نصايح وإرشادات لمدة سنتين أثرها موجود بس لا بد يكون فيها حملة دراسة أخرى بحثية تقيس مدى الأثر اللي سوتها هذا اللي نبغاه منك زين هذا المرة القادمة نجيت إن شاء الله تعالى أنت صحيح أنك ممكن كنت معهم سابقا نعم لكن من خلال اطلاعك نبين عارف الأثر يعني لازم دراسة وابدن حسن وأظن الهيئة الآن يعني يعني قريبا بتبدأ إن شاء الله في الدراسة باستمع أنا توقع عنهم بيبدون إن شاء الله هم يعملون الآن من أهداف الهيئة اللي هو الحد من الفقد والهد الغذائي يا سلام أقو ما تحولت من وسهل عم الحبوب إلى الهيئة الغذائي صار من أحد أهداف الحد من الهد الغذائي يا سلام أنا بريحك شوي أنا أعلم أنهيت المرحلة هذه بملخص اللي ذكرته طال عمرك لكن أعقب على حاجة اللي هو قضية الإسراف يقول أحد السلف يقول لم أرى إسرافا إلا وراه حق مضاعم اللي ذكره وابدن محسن أنا أشد على أزره وأؤكد عليه أنه فيه وعي فيه وعي فيه وعي ما زال فيه وعي وبدأ يتطور والحمد لله خاصة المنازل ما زال الحمد لله فيه وعي والحمد لله مستبشرين الخير بإذن الله سبحانه وتعالى الله كريم الله كريم لا ترى شوف سبحان الله المملكة العربية السعودية شعبها شعب لا ترى شعبها